مرحبتين بكم في حلقة جديدة من برنامج أدرينالين الموسم الثالث حلقة اليوم أنا بالنسبة لي أنا على الصعيد الشخصي من أهم الحلقات اللي حتكون معايا في الموسم هذا الحلقة هذه معنا ضيف الضيف هذا يعني أنا نقدر نقولك أنا واحد من الناس أنا كنت فاهم به من زمان لتوى كان في جروب من أهم الجروبات اللي مرت على تاريخ الراب العربي بصفة عامة الشخص هذا بالنسبة لي أنا من غير مجامل أن نقول فيها الشخص هذا من أيقونات الراب العربي ومن أهم الأيقونات النيو جنريشن اللي هم الجيل الجديد في الراب العربي وناس أفرضت نفسها بقوة بأقل إمكانيات وحطوا اسمهم ذهب في الراب العربي حلقتنا اليوم أنا ولاد آسفي مراكش سمولكس مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج أدرينالين الموسم الثالث حلقة يعني أنا نضملك من الحلقة هذه من أكثر الحلقات المميزة معانا في الموسم هذا طبعا الحلقات اللي فات أنا أكيد فيه ناس كانوا مفاجأة بالنسبة لكم فيه ناس ماكنتو متوقعين الشخصية كون الكاهي الحلقة هذه أنا عن نفسي أنا مبسوط بيها بشكل كبير لأن الضيف اللي معاي اليوم ضيف أنا واحد من ناس فان بيه من زمان كان في جروب هذا أنا واحد من ناس كنت نتبع فيه بشراهه بشكل كبير كانوا مبهرين بالنسبة ليا هنقتصر عليك مش هنكثروا سمولكس معانا اليوم عبدالصمد لايكبر بيك أخويا مرحبتين بيك والله الحمد لله بصدق أنا مبسوط بالحلقة هذه وشكرا لقبولك للاستيضافة والحلقة هذه ما فيها بستعد أن نحن نحك في كل حاجة مرحبا ليا الشرف أخويا شكرا مزاف على الاستيضافة شكرا مزاف على الدعوة لا بالعكس هذا شرف لنا نحن فادرينالين أن أيقونا من أيقونات الرب العربي زيك يكون معانا بصدق أن نحن فخورين جدا اليوم أنك أنت معانا أنا أسمعنا مش بتعود نحكي معك بالطريقة المنمقة بحكم الصداقة والعلاقة اللي تربطني بيك بشكل شخصي أغلب المعلومات التي قدامي أنا أعرفها لكن جمهورك العربي فيه حاجات واجد ما يعرفون بحكم أن أنت أغلب البرامج التي طلعت فيها برامج مغاربية ولهجة المغربية لحد ما يشعروا فيها شوية صعبة عليهم من ناحية المصطلحات، من ناحية السرعة، من ناحية اللهجة الدريجة المغربية هو معلم نحن بدأ المغربية نفهموا اللغات، قاع اللهجات العربية كلهم من نوجة نظرك قبل ما نخشوا في الحلقة ما هو السبب الذي يجعل اللهجة المغربية لحد ما صعبة لباقي الدول العربية؟ ممكن أن بحكم موقع الجغرافي قريب من أوروبا وكالمغرب دوز فترات للحماية من مجموعة الدول إسبانيا، فرنسا، برتغال، في حلقة تتقع في اللغة العربية تخلطها بالإسبانيا والفرنسيا جميل جدا، نحن نتحدث عنها بعدين في حاجة أخرى مبدأين نحن نتحدث عن بداية عبدالصمد، طفولتا كيف كانت؟ هل كانت طفولة مرفهة، كانت طفولة صعبة، كانت طفولة عادية؟ طفولة عادية جدا، نولد حي شعبي، صعبة حقا، انه presumم بعمل أن تجد من الصعبة أنا خلاقتي في مرركش، في ع你有لanc المدينة، لقد Apaçu ف assarchy ومبشت كبرت في أسفي يعني تمت دراسة ديالي وكبرت مع أمام في الطار وعشت ما بين مراكش و أسفي يعني في العوطار كمشي ديما المراكش وقرايا والمدراسة في أسفي أوكي ما فيش حاجات غير الهيب هاب مثلا أو غير الراب كنت تمارس فيها مثلا ما كنتش مغروم بالكورة ما كنتش أمام بوكس بوكس الحلقة اللي فتت كلاي حتى هو بوكس أمام بوكس كلاي كورا ما كنتم بوكس كتتكن دير في الكونطاكت واكي في الأجمال كنتم بيزعابات قررت تعمن المنطقة والله هل عمشت كويس بالبوكس اه serious أما يا aqu hatte موسيقى جدرتني كيف جاء موسيقى وكيف جاء الراب وكيف كنتم بيزعاب ما أقولك يا أخوة أنا أعزني لنا أفضل حيب هاب قبل أن أتعلم حيو بأكس أو حيو بريكدانس أو حيو بأكس كانت منتشرة في المغرب الفترة ذكية بشكل كبير؟ ليس بشكل كبير، لأن في الساعة لم يكن هناك إنترنت يعني إذا وصلتك شيئا، كانت منتشرة في المغرب الفترة ذكية نظرة الناس في الفترة ذكية في بداياتك طبعا كلنا نحن واجهنا القصة لأن الناس بالنسبة لهم هذه الثقافة دخيلة عليهم وثقافة جديدة فهم لم يتقبلون طريقة اللبس واللايف ستايل من الناس الذين يحبون الهيب هوب فلكنت تعاني منها القصة لأن نظرة الشارع لك مختلفة في البداية؟ قبل أن يكون الهيب هوب كانت كما تقول الهيبيزم كانوا يبسون بطاة الفون شكاكا، كان الروك يعني إذا كان الجيل اللي قبل الجنراسيون دينا نحن نحن الآباء دينا تاوما دوزوا واحد الحقبة تاوما كانوا كيبانو مختلفين مختلفين أجبهم وثقافة السباة، كانت متالسة لهم وثقافة أشخاصية كم شباب جميل جدا، البداية كانت بديت بروحك يعني ما كانش فيه شايفين، كان عبد الصمد أول اسم لك يا رابر شنكنز كانت سمول إكس من الأول بدأت سمول إكس؟ من طلاق عليك اسم سمول إكس؟ بالله كنت صغير لم أكن صغير وفمتيني و جات على زيما جات من إكس جات من كروموزوم كما تسمى كروموزوم سمول إكس كروموزوم صغير لذلك جات بحاجة من صغري لذلك لا بدأت اسمها أول تراك سجل عبدالصمد أول تراك كسمول إكس هل تتذكر؟ أول تراك أول شيء مزيان أول شيء مزيان أو ليس مزيان لا مزيان مزيان في ذلك الوقيته مزيان يعني لو تراك موجود حتى تنشر لذلك لا أول ذلك الوقيته لا ليس في نيبو لأنني أتكتب قبل أن أتكتب كذلك من بعد أول ذلك قبل أننا أتكتب أول سجلت قبل أن أتكتب قبل أن أكتب قبل أن أتكتب أول مزيان قبل أن أتكتب قبل أن أتكتب فقدرنا مجرسة تنباتي لم أكن أول عدد منه جميل جدا بعدها فصلت من مجرسة نعم طورنا نتعلم إلى مجرسة كلا وقدرنا في مجرسة أول مرة معهم في مجرسة في الصيف في 2007 أول مرة نتعلم جمهوره ومن بعد أن نفاصلنا وبدأت هنا وبدأت كاريرا في مدينة كانت كازا بلانكانت كازا كرون وشيء ما لديهم في ستوديو كازا كرون وكانت في مدينة كيف كان الحال في 2008 أو 2007 أو مدينة كيف كانت صغير هذا كلها قبل أن ترى قبل أن ترى هل كيف استفادت هذه الفترة منها أكثر؟ حسنًا كبير كم كانت مدتها؟ كانت مدتها 1-4 سنة لأكثر كم كان في ستوديو كانت مدينة كلا دعية مدينة أماتر كم كانت مدينة كلا دعية مدينة صغيرة وكانت مدينة جيدة من 2006 إلى 2008 إلى 2009 كانت تجربة جيدة كما كانت نتحدث عنه حينتك قتلت إلى مدينة تجربة خمسة طرقات صورة ولكن مدينة كذلك رحيك يستطيع المدينة انت قمت بقيتها بفضل الزوجة حقا نريد ذلك بان هذه الموقع هذه الساعة كان كيف لا يمكنك الحربها و هذه الساعة كان نباري 30 ألف في يوتيوب 30 ألف بيوز في يوتيوب ذلك الوقت رقم بالنسبة لي فالك جميعا هل الفيسبوك ساعدك في الفترة ذكية؟ صراحة الفيسبوك بدأ في ذلك الأول خطائف المنسبعة صراحة كان المسن وكان وقامت الراب الذين كانوا يصلك الساعة في المغرب المنتديات مونتديعات الأعباء. كانوا بقي فعلون ممتع في الأدنين من العمسات أو المتع計ات. في فترة مسلم و المسلم و المالدينة بينكم. في نفس الفترة التي تستخدمها الفترة. نعم، لذلك، لأنني أردت بالفترة لأنني أعلمون أنهم أشخاص صغيرا، كما كنت أعلمون أنهم أشخاص صغيراً لأنني أجل أن أصبح لنفسي عادة أشخاص صغيراً وأنني أصبح أشخاص صغيراً نقوللم، على أقل، يجب أن نحلمون أن أكون بأسفل بشكل أسفل نعم، هناك فرصة أم تحس أنك قمت بإعادة الشارع المغربي سأطيد من ذلك؟ كانت كبيرة؟ — sim، كانا موجود إمني أننا كان مغربيا بالأشخاص شكراً تقريباً يبدأ بالمزيان، اهو نور مرمو بدا في التسعينة كان في التسعينة، ولكن فين بدا كي قوى ما بين الفين وجوج، الفين وثلاثة الفين وربعة خرجوا أشكين آلبوم ديالهم، لكنهم فامتين في ميوزك أصلية ديالهم اللي في عيساوي؟ عيسا وستايل، كوننا مغاربة، من مغرب كاملا برو يطلع الفيسيفال، دا بيغني وبعا كوش يغني معاهم، ممتيني في ناير، كانوا بانوا، كانوا واحد ترجمة للأفلام كانوا بحلقة كوميدي، فهمت كي يدروا أفلام فيهم ذلك رايزة وميتود مان وكانوا واحد اللاعب اسمتا التيفي فان وكانوا فيهم بالمراكشية، كانوا فيهم الضحك وذلك السيديات تنشرف في المغرب كامل، وكانت فوم الموسيقى في ناير وكان كل هاب 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 وكانت فيه فين فريمون، راب مغربي، راب دخل الشارع، تنقف آلبوم جانا مغربة يعني قد دخل بيارة، ماذا البيار؟ لك فين باني يلعب بلعب بلعب نقول لهم البيارة، يعني في قاعد الحومات كنين بيارات، كنين بيارات، كنين بكميو فيهم داري حشيش كده دقوا البلاسة جالسكتور فين يلعبو كميو حشيش يعني في أي بلاسة مشي تيه، كان قبل كتسمع الراي وكتسمع الراب بالنسبة لك سؤال بسرية قبل أن نطلع بريك، هل ارتبط المخدرات عندك في المغرب بالراب ولا لا؟ والله، لنقول لك أخويا، بالنسبة للداري اللي بدأوا الراب، لم يكن لديهم أرشيبات بالمخدرات الفترة الأخيرة تشعر أنه بدأي؟ شوية بدأوا، أنا قد تجدك الإنفليونس، فمشيني كيبغي ندم يدير بحلي مريكان كده، فمشيني كمالك الدروكز، والكريم وكذا وأنا صراحة ضدد شي، فمشيني، ما نقول لك؟ أنا من الإنفليونسي، يعني نخلي الناس نعطيهم واحد الانيرجي لهم ما يفكروا في الإجرام، ومشيني، عجل إحنا في واحد في واحد دموش جامع، حين نحن نكبرنا بذلك، ونحن نخرج من ذلك، لا يمكنني أن نقوم به هل أنت تأثرك بالرابرس في أمريكا، كان ختياري بالنسبة لك، اخترت منها اللي تبقيه؟ صرح أحنا، لم أكن ختياري، لأنه لم يكن الأحسن في العالم، أنني كنت أسمع أحسن رابرس في العالم، لا نسمع في أمريكا أنا قاد一شب تبقي في الفرنسا، في أمريكا، كانت تبقيم رقم واحد، ألخبت متخلقة وليس إليس ليس فهم إن كنت أشعرها، من الصور صغيرة بعدين، لكن نشعر بالإنرهاية، فلنعز وفكت، حتى وأشعر بشياء من فرنسي، فما تتبقي على أمريكا الرابرس في أن تبقيه أفضل ثلاث أسامي تأثرت بينا في بدايتك؟ لم تكن أكتبا، أقول لك بإطلاق أمريكا لم أكن من جنرال صندر أنا من جنرال صندر M&M 50 سنة دعني أن تظهر الألبوم التي تظهر بها في الجيل أنا في ذلك الوقت عاد من بعضها عاد نعرف Tupac, B.I.G Run D.M.C The God MC راكيم عاد نعرف الكثير من الرابر ما هي الإنسپيريشن التي تأخذ من الرابر الأمريكي؟ ما أكثر شيء يعجب فيك؟ ويجعلك تتمنى أنك تفعله نفسك؟ لم يكن أفضل تكنيقات التقنية تسمية الكتابة كل شيء كما تعلمون كما تعلمون لو نقولون أن الفترة الحالية للرابر المغربي أو 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 أم أو 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 في فتفل الكبار في هذه الفترة التي قد تقضينا بالراب ويجب أن نرى أماكننا نسمع من أنهم يتجبون ألبومات والداري ومن أنهم يأخذونه ونحن نعطيهم ونحن نحلم بالنسبة لي أن يقضي الأعمال في واحد المرحلة الفترة الثانية فترة الانترنت لأن الراب كانت تطبيق الساعة يجب أن يتواجد تلفازات وراديو كي يسمعون الناس ويصدقوا تلفازات وراديو ويساعدون الناس ويسفوا أيضاً لديهم أن يتقضوا من موسيقى ويسفوا أيضاً فأنا نضيد فأنا جاءت الترنت وكانت الحرية المطلقة ويجب أن تدعوا ويقوموا بما يريد ويجب أن أتعلم ويجب أن تطبيق الموسيقى بنيتت التلفازات وراديو الفترة الترنت كانت مهمة فترة في المغرب الفترة الأخيرة، الذهبية الأخيرة، قد دخل فيها استريم والدجيتل وقعد فيه الـ income والفلوس والمدخول الذي يأتي للرابرس و هذا كامل مجهود للفنانين في المغرب و الدراري هل أفضل مرحلة لك؟ أم لا، هل هل ترى أم نفسه؟ أنا أرى كل شيء درجة درجة كل مرحلة عندها اهمية في مرحلة ديالة حيث لا كانت مرحلة الأولية، لا يمكن كل مرحلة الثانية ولا يمكن كل مرحلة الثانية ما حالتها؟ قبل أن نخرج سؤال سريع، فقط أخذني بسرعة، هل ترى أن هناك رسوكت بين الأجيال المتتالية في الراب المغربي؟ أو أن كل جيل يرى أنه جيل تافه وليس يقدم في شيء؟ أو أن هناك رسوكت بين الأجيال كلها؟ أنا كنت أظن رسوكت، نرى رسوكت أنا بالنسبة لدينا في أجلنا مجرد، لم نكن لدينا حدثت قديدة أن هناك أفضل ونحن نبدأ مع الدار يطايعين، يجب أن ننشأ ونعمل معه وأن يحفروا بأسرع، نقل ذلك، نجد أن نحن عاون بالشخص، أريد أن أفضل معها ولا نعاون إلى ذلك، أو أن نظر على سنين وإن يتكلم أشخاص، لأن نقول أنا أفضل هل تدعوني على الإنتيج ، لا يستعليه في ذلك، لن نترك بإستغلاق على أن لا أصبح نجل، فبنة أنها ليست أنا يصباب، وإن أذهب، أنا ذات، وإنت أذهب هل أنتوا عوانتوا ناس في الفترة هذكية لكي أحد عوانكم؟ من نابعة من الإحساس أن الشخص كان في نفس الوقت التي كنتوا فيها في فترة مهينة؟ صراح، نحن لم يبدو أن أحد في حلقة الجنرائي الأولى أشعروا بشكل جديد في الهيب هاب أشعروا بشكل جديد في الهيب هاب أشعروا بشكل جديد من الجنرائي الأولى وأنهم كلمة جديدة، أشعروا بشكل جديد أشعروا بشكل جديد في نفس الوقت لذلك، نحسوه بالنسبة لي، أنا بالنسبة لي، وليس نقول الصراحة، كأرتيست عندما تكون تقدير شخص ما تريدها أو تحترمها، عندما ترى شخص ما هو في بلاسك، بعد كيف تفكرك عندما ترى أنك قادر أنك تتعاون بشخص ما تتعاون بدون مقابل، بدون أنك غدت صباح و تقول أه، أنا بلي، أنا بلي، قدرها بقلبك إذا لم تكن لديك أدنية، قدرها بقلبك سمعني نقول لك، النقاش معك مبداياً متسالسل وسلس وشيق بها، البارت الجاية، البارت مهمة بالنسبة لي أنا شخصياً البارت مهمة تقريباً الأغلب الناس اللي حضروا في أدرنالين نمشوا بريك ونرجعوا مع سمول إكس مرحباً بك، مرجعنا من البريك و أه، عبد الصمد خوياً جاءت فترة تشايفين، هم هل تعرفوا شايفين هذا كيف جاءت؟ قدر that to be made in anbox من البشر العربي، لأن شخصية من Beblich فأرمت بي حسابك improv beta كما درنسنا كذلك، و أغير مرت tiene شخصياً، و هل Dryas غير ماركاً، وادشed و مجدداً بأجيب، من مرد من سمعت هل ما cantake el pop رأي小 sono ragazzi وكانت معرفة لديهم محددين تحبين من يحلي أعرفهم، كانت تحمرها في برامج تونسي وكانت لديهم استوديونا وكانت في أسفي وكانت لديهم استوديونا وكانت لديهم استوديونا ثم طلعت بالدريارة، كانت شو عيب وكانت معها سوفيان ما في نطلق؟ لا، سنو كان مع أحد النوم المو شايفين كان شو عيب و سنو بدأوا في 2006 كانوا قبلك، لم تكن شو عيب لا، لم تكن معهم في القروب أنا طلعت معهم في السوديو في 2008 أخذ 2008 أو 2008 وكانت معهم في السوديو وكانت تجريت طراق وكانت تسمعوني طراقاتي، وكانت محرك وكانت تسمعوني، وكانت تسمعوني كانت معهم في جنراسيون في الموسيقى وكيكمبوزي وفهمون في الميكس فتفهمنا بشكل جيد، فتعشرنا وإن أصحاب حسناً فتح مرحباً كم كان عمرك في هذا؟ هو حسناً أحضر خمستاشر عام 15 أحسناً أم، خمستاشر عام قويس ففهمناً، فتdigص التجري أحبت الإنسان، إذا كنت في نهاية الموسيقى كمسيقية الموسيقى، أو ما آهد الإنسان، أراد الإنسان، عشرًا ونحن نزل لنا، كنا ندفع الموازين نوبالولا لم يصدق الضغط نوبالثانية يفجر نوبالولا لم يقبلون أي أحد أسمهم موازين أردوا أنهم سنقومون موازين ومدفعوا بالموازين ومتعبوا بسيئة ومتعبوا به تجربة بدأت مع ديجيفان بدأت مع ديجيفان بدأت معه في موارا موازن حتى نصل إلى موازين في 2011 حتى أنت تلك الساعة هنا وشو عيب كنا ذهب في الشيء الذي ربحنا هذه الساعة حينما قلت أن ندفع الموازين كان ريدوان قال لهم بللي غيرب حيث موازين هذا العام هذه الساعة هو أول مرة يجب ريدوان في موازين كانت واحدة للسيزن إكسيبشنل ريدوان وليدي غاغا كان محيه في هذه الساعة يجب أن يجب المغرب وكان في الجنة التحكيم وليه يربح في موازين سيبدل كان لدينا مجموعة ومشينا أخذنا لنا روحنا مزيان ودفعنا هذه الساعة سنو وهدف كبير طبعا لوس أنجلس كان لديك حال كان لديك شهر دو الشهر ومشي الربح في موازين وحنا كنا عارفة ما عادين في موازين لا ننسينا مع موازين من قوان ديبندنت ونأخذوا البري ومشينا هذه الساعة سنو كان لديه مشاكل مع ظهرهم ومشينا مع لود القراية وما خلوش يدير الموازين في خاطره وحنا كنا مقطعين بلنا نديره الموزيقة ومشي حاجة أخرى فرقا لدينا شو عاية في الجروب وضي مارين ودفعنا الموازينين ويجبنا وصلنا على فاين وصلنا على فاين وصلنا على الفاين وصلنا على الجروب اللي 4 سنين هيدفع هم مكبر في السن في الساعة ومعندهم في 30 عام لواحد أردت أن يحنوا فيهم أعطاهم البري نحن لم يحملنا نحن نربحنا تحطيم هذا نحن صغار أول مرة نحن حقدنا ونحن رجعنا ونحن رجعنا خدمنا موراها خرجنا أنرشي خدمنا مع ديجيفان كانت أول قفزة مغربي من بعد 2006-2007 ونحن كانت مجتمع حتى ونحن على الجهة فأنت اجتبا بعد ذلك حتى أجتبا أكتشافي أجتبا الكاليتة والصورة الجديدة التي كانت في العالم العربي لأنني أجتبا من فان الراب والهب هب هب كثقافة كنا نشوفه في كاليتي جديدة، كنا نشوفه في تكنيك جديدة، كنا نشوفه عبارة عن أمريكان أو فرانسيس أو طليان لكن يرابوا بالعربية كيف وصلتوا للكواليتي هذا وكيف وصلتوا للشكل هذا يعني أو البروفيشنال اللي انتم فيها هل كان فيه ناس يخدموا معاكم؟ هل كان فيه ناس ينصحوا فيك؟ فيه ناس كانت عندها تجارب قبل كم كانت تعطي فيك معينة أو كنتوا من الروس كم تحاولوا تصارعوا وتخشوا الحاجات القادمة؟ نقول لك قادمة، هذا شيء جائع وشاني من المرحلة الأولى دراب المغرب حيث المرحلة دراب المغرب الأولى كانوا فيها كليبات أشكين دروا عيسى واسطايل في واحد الليفل كانوا واحد إشهار در بوم دروا واحد الشركة در الاتصالات في المغرب كانوا أشكين وبيق وخنصة باطمة كانوا كليب مفارقة في ذلك الوقت تشوف ذلك الشيب على المريكان كان بيك يحاول تأويد الكليبات كبار من الساعة قبل ونحن أدفعنا في حالا ونكملنا بطريقة ما يطبقنا من المريكان ونحن نتعب لنا الحرب حتى مع سينما في المغرب ونحن أدفعنا صغار ونقرب ونفعنا في السينما ومن طقة صغيرة ومن طقة صغيرة شخصا قديمنا في مدينة مهمة ومن الثاني كانت مهمة لن نرى ما في عشر سنوات إذا ما سننتظر كانت نجد أحد مستدعي إنه سنقول مالذي في المغرب وانتظر أوروبا وانتظر على خدمة ومع ذلك الوقع ومع ذلك الوقع نحن نعرف نفسه عبدالسامد وشوبي شوبي كان جزء كبير من الجروب كانت تجربة كبيرة ومع ذلك وفي الأخير جروب انفصال أنا لا أريد أن أخش في القصة بشكل كبير لكن نبي سبب سبب معين يجعل جروب كبير وراء نجاح كبير وراء شعبية كبيرة عربياً وراء جمهور لا يوجد أرتيس لا يوجد أرتيس أنه يدوز فتشر مع شايفين أنه يطلع معهم في ستيج أنه أنتم من بدايات من أول الجروبات التي انتشرت براء المغرب لا يوجد أرتيس لا يوجد أرتيس في رامالله باريس بروكسل أوروبا أرتيس 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 أرتيسات أرتيسات كبيرة في العالم الحمد لله هذه تجربة كبيرة لا يوجد تجربة كبيرة ما السبب الذي يمكن أن يجعل أنا أعرف أن نهاية أغلب الجروبات الكبيرة في العالم كانت نهاية هذا لكن السؤال لا أريد أن أضع إجابات معينة لا أريد أن أعطيني هل هي فنياً صار فقر فني من 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 الجروب لا يوجد أن يجعل كل شخص تجربة جديدة ما هي أنا أظن أن كان هناك حيث أنني أصبح في مدينة لا أريد أن ندعي و أظن أن كيف رب يكتب وانتلاقها بدينها كيف ما رب يكتبها وصلت لديها و لكن لا يوجد أن قلوب ما هي سببها إلى الآن حافظة على السمية لذلك من شجisation و من شجم و تجربة ما هي لم يكن نحن نافق و لم يكن للمشيب لا أو بعد حول الوقت، ويتم ترى بعض الحياة ويتم تحريره، وفي كل الاشتراك في تقديره ويتم تتمنى بموفقة شركة جزاعة وفي وقت مواصره، وفي كل مدينة. وفي وقت تحدث، كما نقول، نحن هنا في غير مؤسس، نحن 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 نفارق أخر لا سمع نقول لك، من الأجمال التي نرى فيها في شخص، أنه ما زال فيه رسبيكت وما زال فيه يعني حتى شفنا لما لما شعيب نزل فيديو كليب أنت برتجيت على الإنستغرام وشايفين الرسبيكت مازال موجود بين العلمان شوف أنا نورمال زي ما ما شي شي حاجة زي ما نورمال لأننا نحن دوزنا وحب لوقيته فمجاني كل واحد راضب عنده الحياة دياله عنده كاريير دياله ومزيان تجربة جديدة بالنسبة لي فمجاني لذلك الساعة عنده لديه مساحة واسعة في ندير اللي بغاء ونفش بالنسبة لي جميل جداً في عندي سؤالين بسيطات قبل ما نطلعون نسمع منك ترك واه السؤال الأول والسؤال هذا تقريباً سؤال أغلب الجمهور اللي كانوا فان شايفين وفي منهم جمهور كبير مازال يسمع في سمول من جمهور شايفين واه وجمهور سمول الجديد اللي توا هل الديكومنتري اللي كان نزال عليه شايفين نقدر نقوله ان الديكومنتريا ذكي حقيقي بنسبة مئة في المئة حقيقي ألف مليون في المئة كل المشاكل اللي موجودة فيه كل الأحداث اللي صارت فيه حقيقي كانت ريالتي كانت معنا كاميرا عام كامل نسينا نقاوش معنا كامل عام كامل كيف كانت ظروف الديكومنتريا ذكي كانت المخرجة دياله فاطين بن شرقي نجالات شحية مخرجة كبيرة وصراحة كان هذا من أحسن دكيموطير في العالم العربي بالنسبة لي بالنسبة لي انا كان من أهم الديكومنتري لأن جروب زي هذا مثلا عنده فانس في الوطن العربي بعاد عليه فكان خاصم يشوفوا من زاوية غريبة أكثر لجروب هذا لشان هي مشاكل كيف كانوا يشتغلوا وكان من ضمن ان ذو ساما قاعد يقول لي في سؤال هنا في السماعة قال لي فيه تراك كان موجود في الديكومنتري والتراك هذا خضاء شهرة كبيرة ومن نزالش نعم سوف نقوم بالنسبة لي ماذا يحدث عن هذا التراك هذا؟ تحكم عليه من أنه لا يخرج ما الذي يحدث كان خاص يخرج في واحد الوقت ومن بعد ذلك حدثنا كنا نخرج في واحد الوقت ومن بعد ذلك لم يكن كيف حدث نخرج الله ينتمنى أن نخذوا فالبو مدرنالينا نعم 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 نحاول ان نحاول ان نحاول ان تتواصل مع حكيمة نعم نعم لا نعم نعم حسنا ماذا ننشع وماذا نسمع قبل ان نسمعه في البارت تراك اختارنا نسمعه في البريك وماذا نقول لك نعم تراك نعم نعم ماذا ننشع نعم بريك نسمعه izes نعم ان هرين نورين لم أسر المسلم احسنت التاريخ باش تقراه عرف عند ايبيجي، انا عند اي داري عند اي داري بحوذينا ورايا ديري بحالي كم قام اخلاقه ثلاشيب كون بكريفراني نروب الصافتة وقيت كانجير في الساعة لليموتاني خدمة ليك هجيب الصرف قالي تقولك دوب وغير فعلك ليب صاح ما تخلي عنيش الدنيا رما بعد يديت الحار Oh My God The point is hoddy You want to give me back Yeah hoddy You want to give me back Yeah yeah Chagut that I am in the back to the side The point is hoddy You want to give me back Hoddy Yeah yeah Chagut that I am in the back to the side موسيقى رجعنا من البريك وعندنا مازالة ناسي لآخر ولكن مش عارف أنا خايف الوقت ميسدنيش والله إجديات الأسئلة واجد امتصمد أنت تبيلك حلقتين ثلاثة والله يا كخوي والله أنه شموسي ما نقع من التعاونات اللي الفترة الأخيرة مجرد ما رجعت سولو شفنا لك تعاونات كبيرة شن السبب اللي خلاك أنك أنت أو شن العوامل اللي خلاك تختار التعاون هل هي بحكم الصداقة ولا تختار من ناحية أرتستك هل أنت منك سهل في اختياراتك والله والله أنا محترامي قالي زارتي إذا ما قال داري اللي كانت اللي خدمت معهم أنا كان قدرهم ومتعش بني خدمة دي يا رمضان ومتعش بني خدمة دي يا رمضان ومتعش بني خدمة دي يا رمضان شفناك في تعاونات في آلبوم جراندي توتو وكاميليون واحد من أهم الآلبوم اللي انزلت السنوات اللي فاتحة مع عقوني في عربي مع عقوني الألبوم ديل تانيو ستورمي تانيو ستورمي جاك بوت جاك بوت ومتعش مع دولي بران مع دولي بران طبعا ومتعش مع بني آدم في كندا بني آدم أنا أحب التراك بشكل كبير وعجبتني فكرة بنفسك تحياتنا للمعنين كبير يكتراك عن ستورمي أعطني الفيزا والباسبور وأنه تعرف معرفة ستورمي المغربة كلهم يعطون كوموا ليزي سيبا ما فور أعطني الفيزا والباسبور هو الانسبرائي جاي من تراك إذا كنت أعجبنا ستورمي وكانت بزيزا والباسبور كيف كان رأي ستورمي في الموضوع عجبه الحال بيسرمي ستورمي ستورمي في المغرب من أهم الأصوات والأيقونات الموجودة حتى في المغرب العربي نسميه جيمي هندريكس ديل كامانجا جميل، تحياتنا النجاح بالنسبة للأرقام أو بمدى التأثير؟ نعرف أن الأرقام مهمة لأنها مادة لا يمكن أن تحضر أرقام، يمكن أن تحضر أرقام المهم هو التأثير، ما هي الأشياء تبقى عيشة تقدر أن تحضر أرقام، تقدر أن تحضر مشكلة للأرقام لكن الأشياء تتعلم أن تكون أرتيسة كليب في المستوى، لا تقدر أن تتطر بطريقة إيجابية على الناس و تبقى عيشة، لا تبقى أن تنسى سألت كم أحد يكون لهم مؤثرة لأحد المال لأن هذا الشيء لا يوجد ما يوجد في الإنتربيوز أمتا كانت أول مرة أنت ماشي مثلا في مول، سوق تجاري، في الشارع أو في أي مكان كانت أول مرة تسمع أتراكك في الشارع و كنت ماشي، كيف كان شعورك؟ أمتا كان؟ يأتي لها مؤثرة عند الإنترنت بذلك، قبل قام بتقول ماذا كان يوجد، كم تتعلم في إنترنت لا يوجد سفر لا يوجد تفاصيل أي شيء جود في المدني أو جهاز أو التحديد مع الفقير بالنسبة للأعائلات المتوسطة أو الفقيرة كمبيوتر موجودة المتوسطة و كان في كافي نت تذكر؟ كان سيبر شايب ندو الجراد سمارتفون التقنية لهما أنهxual فقامت بالصوصف حسنا أسفل هذا القمر ونحتاج إلى راديو ونحتاج إلى تلفزة إنه محايد وإنطار الانترنت وإنك تكون لديك التالنت وتغير الناس في ذلك الهدفة نتوقع أن نرى تتعاونات كبيرة إن شاء الله لا أتوقع ونعرف أن هناك شيئ لن نحب أن نحرك إن شاء الله هل نظرة سمول الفترة الجاية على الوطن العربي بشكل أكبر هل هذا استراتيجية جديدة لسمول إكس بعد آلبوم فينيكس والله الكارما أخذ داما الكارما أخذ داما كارما أخذ داما كارما أخذ داما العالم العربي هناك رابرز الذين يظهرون في ميصرا في الكويت في السعودية فهمت الناس لديهم جمهور مجمع لديهم جميع مهمات لديهم جميع المهمة في الوطن العربي الذي ينظر فهمت أنت في السعودية وحسب للإيزي و القيادات القيادات طبعا لديهم الكويت لديك فورتكس فورتكس لديهم وبحرين لديك فلبراتشي واسمته دافي دافي من الكويت لكن ديما هو فلبراتشي فتحسن من السعودية تحسن بهم في السعودية نعم عندك في ميسر هناك الكثير من الأرتيس من الأشخاص الجديدة من الأشخاص الجديدة مثل ويغز عفرطو مروان موسى مروان بابلوب ماذا؟ أحد الأشخاص الجديدة من الأشخاص الجديدة أحد الأشخاص جديدة ويوجدك في الأشخاص الجديدة والكريم أنزو وإن أنزو أحد الأشخاص الجديدة من الأشخاص الجديدة أحبتهم على ريحة جديدة بلايبيا كحلا تونس كتيب 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 ألاب ألاي أسميه كازو كازو كيف تتحرك الناس ما رأيك في النشاط الغرب العربي في فترة الأخيرة والله، ستحرك ستحرك بشكل موضوع بلحب المتحدة بلحب المتحدة مع المتحدة بين العربي وما ستحرك لها قوة قوة مثل أن ترى في أوروبا فرنسا أولا رب خاصmond أفضل أن تحرك في أوروبا لكن أن يملكون هناك أشخاص العربة أفضل بالمغرب azzون بلافريك وكذلك وكذلك في أمريكا ولكن هناك أشخاص مناسبة كل اللغة نطلبها إذا كنت للمانيا أو هولندا أو البعض سقانديناف ما نطلب العربية؟ نحن نطلب العربية ونجمع كل هذا ملايين من الناس حتى الجالية العربية موجودة في العالم كله نقول لك حاليا بعد ظهور الدجتال أنت ك أردست، عندك فان في كندا أو أمريكا أنت تأتي بالتأكيد من أمريكا حتى المال يأتي من اليوتيوب يأتي الإعلانات من أمريكا و فرنسا و إيطاليا نرى الأمريكات في الوصف فرنسا و أمريكا و المعهد المغريب يوجد دول عربية ماذا ينقص الصحة المغربية يجب أن تكون الأمريكات يجب أن تكون الأمريكات أما أن الأمريكات الآن يوقفون في عمل الفنانيين فهو أجتهاد فردي لا يوجد شركة كبيرة ماذا ترى الأمريكات في الوطن العربية؟ مصر مصر عمرة سنتين بسينة ولكن لديهم لدينا مصر أمريكا من الصينيما لأنهم لم يكن أفعل أفعلهم كبيرة في العربية و نرى في المغرب كبرنا من مصر سنة عادي الإمام و نعرفهم كاملين كبرنا بشيء وصلنا ترضى أمريكا أمريكا سنسمي لك خمس ألبومات أو ست ألبومات سنسمي لك سنسمي لك تختار منهم ثلاث ألبومات سنسمي لك ست أسماء ألبوم ستختار منهم ثلاث ألبومات عندك عزي عنده ستيلو مغاربة تلموت بلاك روز مروكا ندريم فينيكس و كاميلين و تخصمنا مع عباد الله هذا كامل يوجد قودي كل كل و أخي نقول لك ديالي ما نختار ديالي ما ممكن إيش نختار ديالي ولكن هذا كامل يوجد ألبومات كل واحدة عنده تاريخ ديالي يعطيني ألبوم عربي عربي صحيح نعم 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 كان ديال دراغانوف دراغانوف نعم 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 كان لديك في العام في عام 2001 كامل كما تتحدث عالم لا يمكنك أن أقول أنا أحب هذا للمشاهدة ما ترى أن هل سنة 2020 أو سنة 2021 2021 هي سنة تراب المغرب صراحة كانت سنة اكسبسيونال 2021؟ سنة متعميزة 2021 في عز كورونا أزمة الاقتصادية العالمية والفنانة حيث لم يكن يضرر من هذه الجائحة يعني كل شيء يوقف ودار يخدموا وقصدوا على راسهم وخرجوا وخرجوا أعمال الجمهور وصفق لهم في أحد البلاد وصفق لهم ما هي المشروع الجديد؟ نعم 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 لكن لدي صوات بسيطة من أسامة أسامة أخو أسامة أسامة أخو أسامة 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 ماذا أسامة؟ أسامة أسامة قال كذلك شي ناضي أسامة سأل هل ممكن أن نرى سمول اكس أنه يفتتح لابل جديدة في المغرب ويكون تحتها رابرز هو الذي يعطيه فيهم الديركسيون أرتستيك ممكن هل شيئ قريب أم لا بي؟ هل شيئ قريب أم لا؟ أخصantine بمجرد ويستطيع أن تدخل بالمئة ويستطيع مشخص أعتبر أنك لديكم المظامة أسمى لي ثلاثة عرضة في المغرب أنا تتوقع معها لو لديك المظامة عرضة عرضة لديك there are لدينا من المثال كان لدي إسمه مت 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 ما مميز به مميز فيه وعنده الفويس دياله دياله وما تسمعه وما تسمعه ماذا تسمعك؟ مات زارو سيفن والدعاس فيه سابورتو يا جماعة عطو سابورت نتوى ما تشلو عليه في البيتو قدر نشوف ميرفو غوستا ميرفو نعم في الداري ديالوجدا كينروبيو في طانجا الحاج حاج طبعا الحاج حاج فعي نقديم مع اسم جديد وحتمر يعرف نفي قناعي l consumed الحLP من وضطور الطعام ثلثة أو ربعة ووو خمسة السنة اللي حدثة ب Pretتت في آسامي لا تشغيل حد مشكلة في السين المغربي وفجأة طلعت وبرزت بشكل كبير وأهم اسمين وصار بينهم تعاونات تاني موجود من قبل بس في نشاط كبير صار في السنتين اللي فات من تاني وبرز بشكل كبير ستورمي برضو هودا اختك وظهرت حتى هي علينا دراج نوف مكناش نعرفوه عربيا نحكي بدا يبرز الاسم سنور بالنسبة لنا القنبلة كيف ميكون في المغرب قنبلة الراب العربي الجديدة اللي كنا كنا مصدومين فيه الاسامي هذين هي الاسامي اللي موجودة توا من فترة إلى حد ما ما كانتش برزة الاسامي هذي بشكل كبير هل شايف ان السنة هذي بالاسمائج اللي برزت هذي شجعت اغلب الربرس في الساحة المغربية ان هما يكونوا امثلة كويسة لهم ويحاولوا يخلوهم يشتغلوا كلهم بنفس الشي ومن بالنسبة لك تشوف هل هناك أحسن واحد نشاط فيهم؟ بالنسبة لها الاسامي كامل يذكروا كلهم خدمة جيدة طبعاً أي واحد يمكن خدمة جيدة ونقية ويجعل البيبليك أحسن رغض ينجح ويكون خدمة على روح رغض ينجح الخدمة ويكون بدم ختام ويكون تحويجة جيدة رغض ينجح هذا مجرد من فتحاول ويكون تحصل ويكون تحصل ويكون تحصل تنافس منافسة مهمة ولكن كل شيء يتحصل ولكن كل شيء يتحصل أعلم يجيشو. أنا داند لعيب. أنا داند لحسن. هي ماشي حقب والحسن داني عفص. مزيان. نت الدير هنا ونطلعنا 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 ونطلعنا. سؤال أخير قابما ننومش الفريستايل وننهو حلقتنا اليوم. عندي سؤال بسيطة كيف نسأل معك. لو نفترضو فرضية في شركة إنتاج عالمية جتل سمول. أقول لي سمول أنت اللي تمسك فيه تراك. التراك هذا تختار رابر عالمي يكون فيتشر معك. أنت اللي مسؤول على ديركسيونر تستيك الشكل بتاع التراك. أه. من تختار؟ وهل تضمن أن التراك هذا يكون هيت أو لا؟ أنا أخذ كاني. كاني؟ أوه. بس كاني كاني في دماغه صعب. كاني مصطي. أنا أجبني بأدم حمقه. حمقه أولي كي حتسي حجم يونيك. أنا أخصي خدمه بأدم مصطي. أعطيني سبب صريح لك كاني. كاني في الفيجين دياله. وفي الفاشن. وفي الموسيقى. ترى العلبوم. ليس في مكاملة تحس فيه. يعني كنت تحس بي يجيب حاجة جديدة. أفهم جاني. وكين راب رجلي كنت أحترمهم عن ناز. هل يكون فيه مغربية مغربية؟ ونصيبه حاجة جديدة أبرو. أنا لدي كالتشور ديال. قدر أن نسميه شيء عاجلي أو أمره سمع. أنا أعرف السون. أعرف البلوز. نتوقع شنوية قدرية ديال. نقول أنا أوكي. ولكن إذا جينا نصيبه شيء عاجلي من المغربية. أختارنا اسم بالمغربية للتركض. ها؟ أختارنا اسم بالمغربية للتركض. بدأنا نسميها. أخبرتك؟ وجدك هل سما أن رؤيتها noget sustainability. ما قل discardكم؟ أخبرتك شحانا. what was I? تابوريدة. مwشانا. م Hani ن Abstog. مください Great to All of You. مغربية فانتازية top. تحياتنا لك يا عبدgili Samead. صدقنا عباس الأمر في هذه الحلقة. هذه هي جديدة 8 ترش تكمل لأنه لا يزال عندي أسئلة أتمنى أن أسألنا لكن نوع جمهور أدرناليين أن سمول إكس سيكون معنا في واحد من المواسم الجادة قبل أن أقول قادية مهمة جدا أنت دائما غيرت أخبرني زارتي سأخبرني كوايفة أحمل من أهم جنود العربي من سبالي أسمع أنا ممكن أن نديوه أنا لم أرى شخص في العربي يريد أن يفكر في العربي ويفكر في العربي كوايفة يعمل من جهود كبير وإن شاء الله يستطيع أن يفعل بشكل كبير شرف شرف كبير بصدق كلام واحد منك أنا واحد من الناس كانت فان بيك بشكل كبير أنك أنت تجي توا وتحكي كلام أضعي وليبي من بلغاز ليبي تحيير بلغاز باي 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 باش نور واجد سمول شكرا عبدالصامد والله أنا فخور بمعرفتي بك على الصعيد الشخصي وتفاجأت أني هناك نعرفك من زمان لما تلاقينا هذه المرة نتلاقيه نحن في تونس إن شاء الله تكونوا معنا نضيف في الموسم الجاية وناس لوكاسي لأكثر إن شاء الله تحياتي لكم كلكم على المتابعة وإن شاء الله الموسم هذا يكون موسم مقربع كيف ما نقول فيها ديما موسم مقاود مقاود نحرقو لمايك اللي غادي فيه مايك غادي نمشون نمشون نحرقو شاء الله فيه العافية نمشون نحضروا فريستايل أدرينالين 32 بار مع سمول إكس بيساندلاب نحياتي لكم كلكم صح أدرينالين انظروا في جهاز قبل ما انبدق قبل ما انكدا قبل ما ما تطلع علي الأقردة قبل ما لدي مميّا وصل في كلمه قبل ما participation يا لما毫 شوiesz اشتركوا في القناة